موسيقى تهلكين من المواد الغذائية رغم زيادة الطلب المضاعفة من قبل الجمعيات التعاونية وكذلك الأسواق المركزية رح نتكلم أكثر عن أهم منتجات شركة مطاحن دقيق والمخابز الكويتية ومدى جودتها ومطابقتها للمعايير الصحية معنا اليوم مهندسة شريفة الجابر رئيس مخبز صبحان المركزي صباح الخير مهندسة صباح النور الله عافية حبيب اليوم في البداية خلينا نتكلم عن أبرز التطورات اللي شهدتها شركة مطاحن دقيق والمخابز الكويتية خصوصا في هذه الفترة يمكن الفترة اللي طافت فترة صعبة على الكل والجميع جائحة كورونا ما كانت سهلة لكن مع هذه الظروف شركة المطاحن قدرت أنها تواكب التطورات والتغيرات اللي صارت وما زالت قائمة في مشاريعها اللي اشتغلت عليها من سنين نحن حاليا شقالين في مشروعين مخبزين آليين فهد الأحمد وسعد العبدالله اللي إن شاء الله رح يتم افتتاحهم قريبا وأيضا شقالين في مشروع السوبر ماركت اللي رح يكون في مخبز اللي يرموك بإذن الله يمكن فكرة تغير عن الأكشاك اللي احنا متعودين عليها الأكشاك الاتيادية اللي موجودة في المخابز رح تكون نفس فكرة السوبر ماركت المستهل اللي يدخل في العربانة أو في الترولي والباسكت ويختار المنتجات بطريقة عرف حي وكل المنتجات رح تكون متاحة طيب لو نتكلم عن إعلان شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قبل فترة كثيرة أنها بصدد تدعيم القمح بفيتامين دال حسب المواصفات العالمية طبعا خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بشركة المطاحن اشتغلت بالتعاون مع هيئة الغذاء والتغذية الفترة اللي طافت على تدعيم القمح والطحين الأبيض بالتحديد في فيتامين دي نحن عندنا في مجموعة من المكونات والإضافات الدقيقة اللي نضيفها في الطحين ممكن الجيس الطحين الأبيض مكتوب عليه مدعم بالحمض الفوليك والحديد لكن بعد الدراسة تعزيزا للمناعة المجتمعية وحفاظا على الأمن الغذائي شفنا أن فيتامين دي دورة كبيرة في تعزيز المناعة خصوصا اللي قاعد يصير الفترة اللي إضافت في ضل جائحة كورونا فجاءت هذه الدراسة بالتعاون مع هيئة الغذاء والأغذية لإضافة فيتامين دي إن شاء الله في الطحين واللي رح يضاف أيضا في كل المنتجات اللي يدخل فيها الطحين الأبيض من مخبوزات أوروبية وخبز عربي وإن شاء الله رح يتم الإضافة قريبا نعم على هذا الطاري وعلى طاري فيتامين دي وأيضا هيئة الغذاء والتغذية خلينا نأخذ هذا الاتصال مداخلة ويانا ونكمل الحديثنا عندنا مداخلة هاتفية مع الدكتورة نوال الحمد نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية صباح الخير دكتورة دكتورة في البداية بالتأكيد اتخاذ قرار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشأن تدعيم القمح بفيتامين دال كان تعاون مثمر صراحة مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية شلو صار هذا التعاون من الجهتين وشنو ملاحظاتكم على الخطوات التي تصير عليها شركة مطاحن الدقيق في موضوع مراعاتها للمعايير الصحية العالمية وأيضا اتخاذ قرار تدعيم القمح بفيتامين دال مثل ما ذكرت مهندسة الشريفة نفسها مخير نحن تاريخنا مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية هذه الشركة التي تولي قراراتها نخضى من أحسن ما نتعاملنا معهم بخصوص تغذية المجتمع وتوفير مواد غذائية ليس فقط كمية إنما كنوعية عشان تغطي احتياجات المستهلك فبالتالي احنا شغلنا مع شركة المطاحن مو جديد علينا احنا شخصين لما كنا نشتغل في وزارة الصحة بدأنا معاهم بأواخر التسعينات بخصوص متابعة تنفيذ تدعيم الطحين بالحديد والفوليك أسد مثل ما ذكرت مهندسة الشريفة بعدين اشتغلنا معاهم في تخفيض كمية الملح في الطحين عشان المستهلك يأكل ملح أقل كل هذه توسلات نظام الصحة العالمية لتحسين صحة المجتمع الآن في موضوع فيتاميندال وإحنا الكويت هو أول دولة تسويها ولكن لأننا عندنا مستوى الفيتاميندال في الجسم بشرائح كبيرة في الكويت نساء ورجال ومراهقين وفي دراسات تثبت هذا الشيء من السبل أو من الطرق التي توصلت لها دول العالم بناء على نتائج أبحاث تدعيم الطحين بالفيتاميندال بكمية تكون مناسبة وتعطي الاحتياج ليس الكامل إنما بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل ما تعرفين الفيتاميندال يسمونه فيتامين الشمس لأنه هو أي شعة الشمس لكن احنا أمانتهم حتى في الغرب ليس دائما نقدر نقعد بالشمس الغرب في البلاد الباردة ما عندهم كفاية وقت نهارهم قصير وبرج وإلى آخرين وإحنا ويد حر ما نتوقع في الحر أن الناس تقعد بالشمس غير أننا محافظين بالتالي المتحجبات الدشاديش يعني رجال والنساء بالتالي هذه واحدة من الطرق وأثبتت كفاءتها السعودية سوتها فيه دراسة كبيرة سوتها إيران وقارنت حتى لأن تدين الحليب في ذات هميندال بس الكمية الموجودة ما تغطي الاحتياج ومثل ما تعرفين أخي لما ندعم إحنا المواد الغذائية دائما نستخدم المادة الغذائية الأساسية التي الناس كل يوم ساكلها حتى نقدر نوصل هذا الدعم لإستفادة مننا دكتور هل الأقضية التي تحتوي على فيتاميندال ممكن تغنينا عن تناول الأدوية أو مكملات الغذاء التي محتوية على فيتاميندال أو أخذ أبرة فيتاميندال شوفي أختي مصادر الفيتاميندال بالمواد الغذائية يعني قليلة من مقارنة في الأشعة أوكي في الأشعة للسمس وغيرها فمثلا الأسماك فيها فيتاميندال زيت كبدة السمك صفار البيض هذا يعتمد على كثيرا الناس تستهلكها يوميا لأنك عندك احتياج يومي صحيح لما نرحب نحن نسبة فيتاميندال عندهم قليلة وفي ناس تفضيقين كثيرا وواضحة فأنت لا تريد أن تنطرين إلى أن تصرير المشكلة التي هي أهمة أشافة العظام نتداركها في وقت قبل تقع المشكلة نعم بالتأكيد نحن شكرين لك هذه المداخلة دكتور نوال الحمد وهذا التوضيح شكرا لدكتور نوال الحمد نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في العام للغذاء والتغذية على هذه المداخلة نرجع مع ضيفتنا مهندسة شريفة الجابر وهي شيف كذلك فاليوم رح تكون ويانا رح تسوي لنا وجبة عن طريق المنتجات منتجات شركة المطاحن وإحنا أصلا قاعد نسالف عن تطور وتغير منتجات شركة المطاحن فبس أول شي يقولي لي شنو الطبقة تصدرها الشركة نعم ومثل ما أنت شايفه هو منتج غني بالبروتين غني بالحبوب الألياف فيه جدا عالية وريحتها مميزة من أول ما فتحنا الشيس الكل لاحظنا ريحتها جميلة ممتاز مناسب جدا لمتابعين عدة نواع من الحميات حميات آلية البروتين حميات قليلة الكربوهايدرات يمكن فيه قيمة غذائية عالية في نصف حصة البروتين اللي يحتاجها الإنسان يوميا ممتاز لكن مو مناسب يعني حبنا وهنا هو مو مناسب لمرضى السلياك أو حساسية القن لأنه يحتوي على البروتين مكتوب عليك طبعا بتأكيد نزل خلينا بس نوري المشاهدين عشان يعرفونا هو موجود متاح في الأسواق الحالية إن شاء الله رح ننزل قريبا على الأسبوع القادم رح يكون هناك هذا شكله نعم في السوق معنا أيضا منتجات أخرى لكن أنا اليوم رح أسوي لكم مصفة صحية خفيفة من منتج خبز البروتين تصلح لبريوك تصلح لعشاء خفيف رح أسوي لكم رعب الزهرة معايا ممتاز حتى مذكر عليه النوع الحمية اللي يتناسب معاها يعني حتى المعلومات موجود فيها خلينا نشوف شنو بتسوي لنا اليوم بسوي لكم رعب الزهرة عندي هني تقريبا كوبين زهرة مشوية وعندي هني نص كوب نعناع حطيت عليه ربع كوب طحينة وعصرة عصير ليمونة حطيت عليه حسب الحاجة ماء رح نحتاج تقريبا ربع كوب ماي ملح وفلفل أسود ورح أخلطها بالخلاط وهذه رح تكون صلصة الزهرة الزهرة ممكن نحن نشويها بالفرن ممكن أن نشويها بالأير فراير شوية تحمل الصوت يعني بس شوية همية قليلة فرح هذه الصلصة اللي رح نستخدمها حق تفطية الزهرة هي رح تكون الصلصة يعني خلينا نقول مع الزهرة أوكي الزهرة نتيش شاوية تانية شاوية تانية بالأير فراير تقريبا تاخذ ربع ساعة هم هم صحية يعني ممكن تكون ممكن تحطون خضرة ثانية بيديان بطاط اللي حب نعم رح أحط عليها الصلصة أوكي رح أحط عليها صلية رمان نعم وإحنا نسويها هذه الوجبة خلينا نسول في مهندسة عن موضوع مهم احنا يعني رمضان على الأواب إن شاء الله الله يبلغنا فيه إن شاء الله بالصحة والعافية وبانتهاء هذه الأزمة اللي احنا فيها خلينا نتكلم عن المنتجات الجديدة اللي رح توفرها شركة المطاحن هي معودتنا في كل رمضان بمنتج مميز نعم فالكلمين عن رمضان إن شاء الله شركة المطاحن رح تنزل في ثلاث منتجات يديدة خبز البروتين والبوتيتو رول ضمن عائلة خبز البطاط نعم ممكن إحنا بدأنا في خبز البطاط البوتيتو بن وبعدها أنتجنا السلايدر نعم وإن شاء الله رح يكون المنتج الثالث لهذه العائلة اللي هو الدق أو الرول للبطاط اللي هو موجود هنا جدا اللي هو برمضان هات سن وأيضا هذا استكمالا لعائلة خبز الشعير اللي بلشتها شركة المطاحن في الخبز العربي نعم وإن شاء الله يعني تنوعت في عدة منتجات وانزل يعني طرحت في الأسواق الأسبوع اللي طاف خبز الرقاق بالشعير نعم الآن خلينا نشوف شنو هذا نحن تقريبا نسوينا الصلصة نعم و إي الآن خلينا نتكلم عن منتجات الشركة منتجات الشركة الخليجية والعربية كلمنا على الإقبال خارج الكويت على منتجات شركة المطاحن الحمد لله شركة المطاحن الدقيق والمخابز الكويتية شركة رائدة في مجال التصنيع الغذائي ولها صيتها وسمعتها خليجيا وعربيا وفي منتجات مطلوبة جدا في دول الخريج وتصدر لدول الخريج والعراق والأردن مثل طبعا أهمها لطحين وليعانا المع كورونا والبسكوت فهذه المنتجات مطلوبة في السوق الخليجي والعربي ولها صيتها إن شاء الله ونطمح للعالم وموثوق فيها بالتأكيد لأنها ذات جودة عالية يعني ما في شك أن منتجات شركة المطاحن ذات جودة عالية الآن هذا جرجير جرجير حطين عليها وراح نحط صماق إذا الحين لما نتكلم عن الارقاق هذا اللي بالشعير يعني إلى أي مدى هو يكون صحي أكثر من الارقاق العادي اللي نحن متعودين عليه خصوصا حق رمضان طبعا نحن في بداية منتج الارقاق نزلت الشركة في الارقاق الأبيض وبعدها انتقلت إلى الارقاق الأسمر والحين الارقاق الشعير هو صحي لأنه فيه الشعير لكن أيضا أحب نوه على شغل أنه فيه الحساسي فيه قمح لأنه يمكن في طرق التصنيع صعب أن نحن نستخدم شعير كامل أمية بالليمية وطعمه غير مستساب فيه مرارة اللي هو الارقاق للشعير إذا استخدمنا شعير بنسبة أمية بالليمية فهو شعير أيضا مع قمح لكنه صحي ومناسب لمرضى السكر وطعمه أيضا طيب نعم بالتأكيد أنت مثل ما نوهتي أنه في بعض هذه المنتجات تحتوي على القمح بما فيها الارقاق اللي بالشعير وهو جميل أنه مكتوب على هذه المنتجات أنها ما تناسب للي عندهم حساسية القمح ولكن بس من باب التنويه أن هذه المنتجات أنه ممكن الناس اللي عندهم حساسية القمح ما تكون مناسبة لهم نعم طبقنا جاهز نعم والله سريع هذا طبق صحي ولكنه سريع جدا سريع وخفيف وطعمه ومشبع أنا أتوقع الخبزة هذه خبزة البروتين مشبعة لأنه شايفة أنا كمية حبوب كبيرة فيها فعلا غنية فعلا وألياف عالية ونسبة الدهون فيها عالية بسبب الدهون المشبع اللياية من الحبوب نعم فيها عدة أنواع من الحبوب مثل ما أنت دهون المشبع العالية بهذا الطبق الجميل اللي سويت النياض السريع ووضحنا لسادة المشاهدين عن منتجاتكم الجديدة وعيضا عن تدعيمها بمداخلة مشكورة مع الدكتورة نوال الحمل وبالنهاية خلينا نقول لهم أن الشركة متهيئة لرمضان والمنتجات وعن الوفرة في المنتجات علشان تعرفين أن في فترة الحظر دائما الناس يكون عندهم نوع من القلق حول وفرة المنتجات فيريت نطمن السادة المشاهدين على وفرة المنتجات نحن موجودين على مدار الساعة ومتهيئين ومشتغلين من وقت عشان نكون متواجدين لأي طارق ومنتجاتنا موجودة في الأسواق من الحظر اللي طاف يمكن ومن الهلع اللي صار عند الناس لكن تطمنت وراحت للأسواق وشافت المنتج موجود على الرف فإحنا لاحظنا يمكن هذه الفترة بالعكس المستهلك متطمن وخف الضغط في الأسواق ومنتجنا دائما موجود وإحنا مستعدين يعني موسم رمضان إحنا شقالي لا يعني تقريبا صار لنكار أكيد نحن متعودين عليكم دائما قبل فترة نستعدين لأ شاء الله عشان نوفر المنتج اللي يبي العمل عساكم على القوة ويعطيش العافية شاكرين لتوجود فينا اليوم مهندسة شريفة الجابر رئيس مخبز صبحان المركزي مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من الصباح الخير يا كويت نتمنى لكم السلامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع السلامة